ونريد أن نظن على الذين تطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أمل والظهور أيضا هناك فتن لكن المهمة أهم شيء أن نقدم ما قبل الظهور لأن إن شاء الله قد يكون في عصرنا أو العصر اللي راح يأتي إن شاء الله ظهور صاحب العصر الزمان ونحن إن شاء الله الكل ينتظر هذه الطلالبهية ما زلنا طبعا بفتن ما قبل الظهور أكيد هناك الكثير من الفتن سيدنا أتمنى أن توضح أيضا المؤخر المستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني حياكم الله تعالى أخي الكريم وحيا الله جميع الأخوة والأخوات المستمعين لهذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى الحديث عن قضية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه القضية العالمية التي اليوم بات العالم بأسره ينتظرها ونحن عندما نتأمل في الروايات وفي الكتب والأحاديث الكثيرة التي وردت إلينا نجد أنفسنا كإننا نمشي على خارطة لطريق يوصلنا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه قبل الحديث عن فتن ما قبل الظهور للإمام عليه السلام أود الإشارة للإخوة والأخوات عليهم لاهتمام بهذا الموضوع سيما في هذه المرحلة من مراحل الحياة لماذا؟ لأننا اليوم أحوج ما نكون إليه أن نربط علاقتنا بالله تبارك وتعالى نحن اليوم في زمن اكتملت فيه الحج علينا عندما نعود إلى التاريخ ونتأمل في التاريخ بعض أصحاب الأئمة عليه السلام كيف كانوا يعني يأخذون علومهم يأخذون علومهم بصعوبة من الإمام المعصوم يعني مثلا تجد بعضهم عندما يتحرك إلى الإمام الصادق عليه السلام في وقته لكي يأخذ منه العلوم ويأخذ منه الفكر تجده يتردد على بيت الإمام أكثر من مرة يذهب هنا وهناك يتحير من جملة الأمور هي وصية الإمام الصادق عليه السلام لعبد الله بن جندب كيف أوصاه وكيف كانت هناك صعوبة في الحصول على هذه الوصية اليوم بفضل الله تبارك وتعالى الحياة تغيرت اليوم يأتي الإنسان بضغطة زر على جهاز الكمبيوتر أو الانترنت أو هنا وهناك تظهر أمام الكثير من المعلومات فعلم الأئمة المعصومين بات موجودا بين أيدينا هذا أصعب يعني مصدر يقدر يحصل عليه في لحظات المصادر موجودة إذن علوم الأئمة عليه السلام موجودة بين أيدينا علينا أن ندقق ونتابع في هذه المسألة متابعة دقيقة لكي نصل إلى صيما اليوم ونحن مع الإمام عليه السلام الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشر أشارت الروايات إلى جملة من الفتن تحصل ما قبل ظهور الإمام عليه السلام هذا الثابت قبل ظهور الإمام مهدي عليه السلام أن العالم يشهد مجموعة كبرى من الفتن يتجسد بعضها كعنف عسكري مثلا واحتلال عنف عسكري يكون في العالم احتلال كيانات قتل وسفك دماء تشريد وسبي وبلاء هائل كما أن بعضها الآخر يتجسد على شكل فساد سياسي مواثيقي اجتماعي سوقي حقوقي عرفي وغير ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد حقيقة أن هذا ما يتضمنه آخر الزمان وبصورة يعني مقتصرة يمكن أن نشير إلى بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص آخر الزمان لكن نشير على شكل نقاط منها أولا تحول خطير وشاذ جدا في النظرية السياسية الأخلاقية في المجتمع هناك تحول من شاهد أخير دليل نعم أحسنتم بعد أيضا منها إقامة حكم وضعي معارض بشدة لما عليه شريعة السماء وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من عناوينه الكبرى يعني أنه تشوف أحكام وضعية ما أنزل الله بها من سلطان تحصل في المجتمع اليوم اليوم نحن عندما ندقق في بعض الظواغر التي تحصل في البجتمع وتحصل في العالم نجد أن هناك أحكاما قد ظهرت من قبل أشخاص يدعون الدين يتأمل فيها الإنسان العاقل فيضحك عليها حتى الإنسان البعيد عن الدين عندما يتأمل في مثل هكذا أحكام ويدقق فيها يستغرب يقول ما الذي يحصل ما هو الأمر كجهاد النكاح وغيره من هذه الأمور التي تحصل اليوم في عالمنا أصلا فتقضايا مريبة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من السلطان أيضا من الأمور الأخرى التي تحصل تعدد الكيانات والجبهات السياسية لأهل الباطل يعني أهل الباطل يكثرون في ظل النفوذ واسع يحكم به بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وعلى نحوه يعني من نفوذ عالمي وفيها إشارات لأمراء وغير ذلك من أمور تحصل في مجتمعاتنا أيضا أيضا يعني من جملة الأمور التي تحصل تعدد الرايات وهي إشارة إلى تعدد مظاهر الحرب في المجتمع كثرة المسلمين لكن في ضعف غريب يعني تشوف المسلمين موجودين في كل مكة بس هناك ضعف بالأدات والمواثيق ووسائل الممانعة عندهم ولصالح غيرهم أيضا إشارات إلى التأكيد على أن العالم في ذلك الزمن يكون تحت ظل الجور والفساد المتزايد والخطير بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى بارز في يعني مجالات عدة ذات نفوذ كبروي سواء في النظرية الأخلاقية كما قلنا مواثيق سياسية اجتماعية ثكر المالي والتجاري أو ما يتصل بالإعلانات الحقوقية أو بالنسبة إلى الفرد والجماعة كل هذه إشارات يعني نقدر مثلا سيدنا نربط أنه قضية ما يحدث يعني هذه الأيام في الوطن العربي خصوصا يعني كما يسمونه الربيع العربي طبعا يعني أوضع سوريا أوضع البلدان العربية خصوصا المناطق أو البلدان هي ما تعتبر بلد كامل أنه أتباع أهل البيت يعني مقسمين في مناطق كأن يكون جنوب لبنان أو في أجزاء من سوريا في البحرين يعني أيضا هذا نقدر نربطه في أوضاع يعني بالنسبة لحديث الرسول الأكرب بالتأكيد نحن عندما نعود إلى الخارطة التي يرسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأحداث آخر الزمان فإن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه التحولات يعني في الدول العربية في آخر الزمان وكذلك يشير إلى حكام العرب في آخر الزمان وكذلك يشير إلى القليج في آخر الزمان وكذلك يشير الإمام عليه السلام إلى المدينة في آخر الزمان ومكة والقدس وكل هذه الأحداث حتى أنه البصرة وبغداد هذه إشارات يعني نلاحظ اليوم حتى إشارات الإمام صلواته الله وسلامه عليه إلى أمريكا في آخر الزمان وأنها تهدد بالقنبلة الذرية وما يحصل في العالم اليوم فكل هذه الإشارات موجودة ولعله أبرز إشارة عندما ندقق في الكثير من الكتوب نجد أن أبرز إشارة إشارة إليها الروايات هي فتنة بلاد الشام هذه الفتنة العظيمة العجيبة التي اليوم نحن عندما نستوقفها ونستوقف الروايات الواردة عن طريق أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن هذا الأمر واضح الشكل بشكل جلي فنلاحظ أنه الروايات تشير إلى فتنة قبل الظهور قد جاء في بحار الأنوار عن حذيف اليماني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنة تكون بين أخل المشرق والمغرب قال بينما كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث في جيشين جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة حتى ينزل بأرض بابل من المدينة يعني بغداد هالشكل فهذه الإشارات نعم تبين لنا إلى حدوث أحداث كثيرة تحصل قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه ومن هذه الإشارات أيضا هناك رواية عن جابر من عبد الله العنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحار قال صلى الله عليه وآله وسلم منا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وغار بعضهم على بعض فلا كبير فلا كبير يرحم صغيرا هذه قطايا شاهدها هذا الحال شاهدها طفل صغير يقتلون يخرجون كبد يصنعون ما يصنعون هذه قضايا اليوم صارت أمام العيون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصور هذه الحالة منذ ذلك الزمان فلا كبير يرحم صغير ولا صغير يوقر كبير اليوم يعني عندما نعود إلى الموروث الأخلاقي والروايات الإسلامية كلها تشير إلى مدى احترام الرجل الكبير الله عز وجل أعطى العذر للشيخ والشيخة الإنسان الكبير أسقط عنهم الجهات إلى ما غير ذلك من الأمور الكثيرة الصيام الله سبحانه وتعالى رحم الإنسان الكبير هنا الرواية تقول أنه ولا صغير يوقر كبيرا لا يوجد وقار فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صلب الحسين عليه السلام يفتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت فيه أول الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا هذه هي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أول النص يركز على قضية الهرج والمرج أي على القتل والفوضى والتقطيع السبل والخلل الأمني إضافة إلى شن الحروب والمعارك بشكل ابتدائي ومضات لكن هذا لا يعني أبدا أنه عدم وجود مواثيق للدولة يعني بطبيعة التجمع والاجتماع لا بد له من قيد ونظام سواء في ذلك يعني عقيدة الدولة في الحربي والسلم بمعنى أنه لا بده من نظام وأجهزة ليستقيم أمر الجماعة هذا مو معنى أنه يصير أكو قتل وهرج ومرج والإنسان يقول بعد خلاص هذا آخر الزمان كل أنا ما لعلاقة لا لا الإنسان وظيفته يسعى ويوطن ويقنن لدولة تنشر العدل تنشر السلام تنشر المحبة بين الناس حقيقة ورغم هذه الإشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد هذه كلها فتن طيب إذا اليوم إنساننا المعاصر ما مهتم لهذه القضايا إنساننا المعاصر منشغل بكثير من القضايا اللي تبعده عن دينة تبعده عن واقعة تبعده عن فلذلك نحن أملنا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المحطة الكبيرة من المجتمع الإسلامي اليوم بكل رمته بكل طوائفه بغض النظر عن هذا وذلك الدعوة عامة للجميع أن يتأملوا في هذه الروايات ويتأملوا في مثل هذه الأحاديث ويكونوا مستعدين لتلافي هذه الأمور على أقل تقدير أنهم يكونون على معرفة على علم الإنسان اللي ما يكون على معرفة يضيع في وسط هذه الدوامة العظيمة التي تدور في المجتمع حسن تبارك الله بك سيدنا أكيد هي مهمة أنه الإنسان يعرف إمامه إمام زمان طبعا وخصوصا صاحب العصر والزمان وما عليه من أعمال وكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام سبحانه وتعالى العظيم أحبتنا طبعا أكيد إحنا لدينا مداخلات كثيرة مع السيد محمد الموسوي البحث الإسلامي لكن أيضا ناخذ فاصل ونرجع نتواصل مع محاور أخير من جديد يبقى التواصل بياكم أحبتنا المستمعين مع برنامجكم أمل المستضعفين ومع البحث الإسلامي السيد محمد الموسوي حياكم الله مرة أخرى سيدنا حياكم الله تعالى وأهلا ومرحبا بكم الله يحفظكم طبعا بالنسبة إلى قضية الإمام صاحب العصر والزمان قضية متشعبة بها كثير من الخفايا والأمور اللي يصعب كل إنسان يكتر يميزها يجب أن يلتج إلى الآخرين بينها طبعا أنه هناك مثلا كثيرا من يدعون المهدوية أنه هو المهدي هو المنتظر هو المخلص إلى آخره فأتمنى أيضا يعني احنا خصوصا حتى في وقتنا ووقت موضى أيضا سمعنا الكثير ممن ادعوا المهدوية الدوافع أتمنى أعرفها مثلا شنو أسباب اللي تدفع الإنسان من يدعي هل هناك جهات خارجية مثلا هل هناك جهات داعمة الغاية من هذه القضية هل هي مثلا أضعاف اليقين بقضية صاحب العصر والزمان أو مثلا لا أنه الشخص يعني يريد يتوصل إلى الشهرة أو إلى آخره نعم لقد كان القول والاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام ثابتا عند المسلمين منذ عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا إما الطاهرين من بعده يعني لما وصلنا إلى قضية الثبات بالاعتقاد بالإمام عليه السلام حقيقة وأن هذه القضية المهدوية قضية ثابتة لا بد من حصولها كما أشارت الروايات الكثيرة إلى هذا المعنى لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى أكيد مثل هكذا يعني أمر يلتبت إليه المدعون ويلتبت إليه من يريد أن يترزق على حساب الدين هنا نستطيع أن نقول أن القضية تأخذ محروم يعني عدة محاور من جملة هذه المحاور القضية مرة أن الإنسان يدعي هذا الآمر لكي يكون معروفا ومشهورا بين الناس ويأخذ قضية يعني قضية ترزق في هذا المجال أنه يشعر نفسه بينما نحن عندما نعود إلى يعني الأصل نجد أن الشهرة في المقام الديني وأصلا هي يعني غير محببة عند العلماء أحسنت غير محببة خاصة حتى عند الإمام عليه السلام عندنا مثلا بعض الروايات وبعض الكتب فيه كتاب بين يدي الأستاذ مثلا تجد أن هناك رواية تشير إلى أن أحد العلماء المجتهدين التقى بالإمام عليه السلام وتكلم معه وتحدث معه فطلب من الإمام أن يكون مع الإمام قال له سيدي أنا مللت من الدنيا والحياة وتعب فيها الحياة والمشقة أريد أن أذهب معك أريد أن أخرج من أين ما تكون أكون معك يعني طلب أن يكون من رفقاء الإمام عليه السلام وقال له الإمام عليه السلام يمنعك من ذلك أمر وهو أنك أصبحت مشهورا بين الناس لأن الناس اليوم كل الناس صاروا يعرفون من أنت صح فإن ذهبت معي سيقول أين ذهب وفي أي مكان مرحل أعتقد هو سيد حسن الأبضحي نعم أحسنتم أحسن الله فبالتالي النتيجة أنه لكن هناك إدعاءات يأتي بها الإنسان حقيقة كانت هذه الحقيقة كما قلنا مشهورة ومعروفة عند المسلمين لكثرة الأحاديث المروية ولم يكن أحد يتجرأ على تكذيب هذه الحقيقة في ذلك الزمان اليوم ماكوحد يقدر يكذب ظهور الإمام عليه السلام في العالم أعداء أهل البيت وأعداء مدرسة أهل البيت نعم حتى الذين ينكرون الإمام عليه السلام لا ينكرون ظهور الإمام يقولون نعم هناك مهدي وسيظهر ولكن لا نعرف متى وكيف والبعض يقول سيولد مثلا أحسنتم بعضهم يقول سيولد إلى غير ذلك انطلاق من هذه العقيدة والحقيقة خلال هذه القرون في الواقع هناك أبراد نسبت إليهم المهدوية أو سولت لهم أنفسهم أن يدعوا المهدوية كذبا وزورا وقد أحصاهم بعض المؤرخين حقيقة فبلغوا خمسين رجلا والجدير بالذكر أن بعضهم مجهول النسب والهوية حقيقة والاتجاه والدين والمبهد لا تعرف إلا فجأة يطهر لك نعم وبعضهم كانت له تصرفات شاذة حقيقة وأعمال غير عقلائية تشبه تصرفات المجانين وبعضهم هلك هو وأتباعه في أوائل دعوته وأزيل عن الوجود ولم تبقى منهم بقية وبعضهم مات وبعضهم بقية إلى ما غير ذلك لكن إحنا لما نريد نوقف الآن من مجموعة أولا الأفراد عدد من الذين اشتهروا في التاريخ بالدعاء من المهدوية ونذكر لمحة خاطف عنهم ويمكن حقيقة نقسمهم إلى ثلاثة أقسام نسبت أولا نسبت إليهم المهدوية ثانيا من ادعى المهدوية بدافع حب الرئاسة والجاة ثالثا من ادعى المهدوية بخطة استعمارية وإعاز من المستعمرين في هذا الشكل القسم الأول يظهر من التاريخ أن بعض الذين نسبت إليهم المهدوية إنما ادعاها لهم كما يذكر المورقين أصحابهم وأتباعهم يعني هو من الذي يمتدح العروس غير أمها مثلا هذا واثا فالأصحاب لهؤلاء والأتباع لهم هم حقيقة ادعوا لهم وانتشرت هذه الفكرة يوم ذاك في الأوساط وحقيقة ما ندري بالضبط لماذا سكت هؤلاء يعني في مقابل هذه النسبة المفتعلة إليهم وقد حاول أتباع هؤلاء أن يطبقوا بعض العلامات المروية في الأحاديث حول الإمام المهدي على أولئك الأفراد ومن جملة هؤلاء يعني قد ورد في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال إن المهدي اسمه اسمي وجاء أتباع المختار ابن عبيدة الثقافي وأعوان فنسبوا المهدوية إلى محمد ابن الإمام علي المعروف ابن الحنفية هذا في ذاك الوقت وطبقوا يعني عليه الحديث المذكور وإلى ما غير ذلك من الأمور يعني هالشكل اللي أشارت إلى فأكو بعض الإدعاءات وهنا أنا ذكرت لك قبل قليل بيت من الشعر قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء إلى ما يعني آخر الكلام كما وردت في بعض الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن المهدي من ولد الحسين وأنه يخرج بالسيف وأنه ابن سبية أي مسبية فلما نهض زيد بن علي ابن الحسين عليه السلام ادعى أتباعه بعض أتباعه أن المهدوية حقيقة أو أنه هو المهدي لأنه من ولد الحسين عليه السلام وتناسوا أتباع يعني زيد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الآمنة من بعد إثنى عشر تسعة من صلب الحسين تاسعهم قائمهم فلم يكن زيد الإمام التاسع من صلب الإمام الحسين عليه السلام ولكن أتباع زيد الشهيد ادعوا هذا الادعاء جلبا لقلوب ولأغراض نفسية ولما قتل زيد وبقي مصلوبا سنوات عديدة قال الحكم ابن عياش شاعر الأمويين لا أكو أبيات إلا في هذا المقام حقيقة قال فيها صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نرى مهديا على الجذع يصلب شاعرات إلى غير ذلك هذا الحاقد يعني الشامت كيف يشمت بصلب زيد ابن علي بن الإمام الحسين وكيف يستهزئ بالمهدوية أيضا تكون يعني تكون المذهب الزيدي من ذاك اليوم إلى هذا اليوم وتواجد وتكاثر في بلاد اليمن وقد انفصلوا مع الأسف الشديد عن المذهب الشيعي وعن أئمة أهل البيت واتبعوا بعض المذهب الأخرى يعني في فقههم وأصولهم وفروعهم إلى ما غير ذلك بعد سنوات من ثورة زيد ابن علي ولد محمد ابن عبد الله المعروف في المحض ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبة فانتهز أصحاب يعني المطامع والأهواء هذه الفرصة فنسبوا إليه أيضا المهدوية طبعا نحن عندما نقول نسبوا ليس بما معناه هو يدعي لا يأتي جماعة وينسبونها يقولون أنه هالشكل وطبقوا عليه الحديث المزيف المختلق المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن المهدي واسم أبيه اسم أبي وهالشكل يعني نشوف الأحاديث اللي تشير إلى إلى هذا المعنى وممن بايعه المنصور الدوانيقي ومقامة الحكومة العباسية وانهارت مهدوية محمد بن عبد الله المحض ونقض المنصور باعته هالشكل هؤلاء قسم نسبت إليهم المهدوية هنا قسم ثاني لا هم الذين ادعوا المهدوية بدافع الدجل وحب الرئاسة وجلب القلوب واكتساب القدرة والعظمة فهم كثيرون ادعوا المهدوية كثيرون المهدي العباسي ادعى أبوه المنصور الدوانيقي بأن ولده هو المهدي والآن لما نقرأ في التاريخ يعني حتى التسمية بها غرط نعم هذا الشكل مع العلم أن المنصور كان قد بايع قبل ذلك محمد بن عبد الله المحض الذي نسبت إليه المهدوية هذا الشكل يعني هذه المخازي والتلاعب بالعقائد حسب الأهواء والظروف وهكذا بين فترة وأخرى كانت هذه الفكرة تظهر وتتجسد في هذا وذاك حسب الآراء والميول والنزاعات ولا ينقضي يعني الأمر تتعجب من قلة حياة أولاء المدعين المهدوية وصفاتهم فكيف كانوا يتجاهرون بهذا الكذب الفاضح المخزي وهم يعلمون أنهم يعني يكذبون في ادعائهم لأن الإمام المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة موصوف بصفات خاصة ومنعوت بمزايا معينة مصرح بها وأشهر تلك الصفات أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا فهل استطاع أحد من هؤلاء من أولئك الكذابين أن يرفع شيئا من الظلم أفدا الذي انتشر في المجتمعات البشرية أعجب من هؤلاء الدجالين هم الذين صدقوا ادعاءات هؤلاء مشكلة يجيك واحد يصدق أيضا قد يكون من رأيي أنه مثلا مصالح أو مطامع نعم هالشكل إنسان يتأمل أنه آمنوا به خرافاته مع العلم أن الأحاديث الشريفة لم تكن تنطبق عليهم وهذا اندل على شيء فإنما يدل على الفراغ الفكري والعقائدي الذي كان يعاني من هؤلاء الأتباه كانوا يعانون من فراغ فكري وعقائدي حقيقة مما جعلهم يعتنقون مثل هكذا قضية وينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريال هذا الأمر وحقيقة تشوف يعني في الواقع أكو قسم ثالث اللي هو راح المربيه الآن وهم الذين ادعوا المهدوية بخطة استعمارية وإعاز من المستعمرين فيمكن الإشارة إليهم فيما يلي لقد وضع الاستعمار عدة خطط لضرب الإسلام وتفريق كلمة المسلمين كي يحقق هدفه لأنه أكو قاعدة يمش عليها فرق تسسل هذا الشكل ومن الخطط الجهنمية التي وضعها في هذا المجال هو إيجاد المذاهب المتعددة في المسلمين والتلاعب بالمعتقدات الدينية هذه قضية التلاعب بالمعتقدات الدينية قضية خطرة وحساسة لإيجاد الوهم فيها وتضعضع القلوب والأذكار ومما انتهزه الاستعمار في هذا المجال هي فكرة المهدوية ربى بعض الأفراد تربية استعمارية وأمرهم بأن يدعوا المهدوية وساعدهم بالمال وغيره في هذا المجال لكي يعني يدعون المهدوية وشوفوا أنه مثلا كثير من هؤلاء من الذين ادعوا منهم علي محمد الباب مؤسس الدين البهائي هذا جاء كجاسوس روسي إلى إيران عام 1834 حاملا معه خطة شيطانية خبيثة ضد الإسلام والمسلمين واستطاع هذا الجاسوس الروسي أن يلعب دورا عاقدا في السياسة في ذلك بعد فترة جاءها إلى العراق وسمى نفس الشيخ إيسى لنقراني هالشكل بينما كان اسمه الحقيقة يعني الحقيقي كنياز دالاك كوركي هالشكل ويعني حضر ودرس عند السيد يعني درس كاظم الرشتي الذي يعني عرفه فيما بعد بالباب وكان تلميذا عند الرشتي المذكور وكان علي بن محمد يعني حقيقة حتى معرف أنه يشرب الحشيشة استطاع هذا الجاسوس أن يكون يعني بين وبين علي بن محمد علاقة صداقة وثيقة وفي ليلة من الليالي وبينما شرب علي بن محمد كعادته انتهز الجاسوس الروسي الفرصة وخاطبه بكل خضور واحترام قائلا يا صاحب الزمان ترحم علي أنت صاحب الزمان قطعا شوف هذه القضايا اللي بتاريخ حينما من الإنسان يوم يجيه يستغرب حقيقة من هكذا أمور الذين هؤلاء متسوسين هناك شخصيات ربما تظهر في المستقبل ربما ما نعرف حالة حالة أيضا كأن محمد عبدالوهاب أدماء نعم كيف تستطيع أن تتعرف اليوم الإنسان الواعي كيف يستطيع أن يتعرف أنا ما الأجيب رواية وأطبقها على شخص وأقول أن هذه الرواية مطابقة لفعضة ما تعمل وإنما أنا أريد أن أعرف الأسلوب الطريقة العلم البلاغة اللغة الفكر الأرضية التغيير على أرض الواقع المجيء بشيء يخدم البشرية يخدم الناس يخدم المجتمع هذه قضايا اليوم أنا أبسط الأمور مثلا أجي لما أجي إلى شخص متعي للمغتوية مثلا وهو يفتقر إلى أبسط المقومات كيف يستطيع أن أمن به أبسط المقومات اللغوية الفكرية قاعد رخم معنا نعم فبالتالي اليوم نحن أمام هذه المسؤولية على مر التاريخ والعصور كثير من الذين دعوا المهتوية وكثير من الذين أرادوا في الواقع أن يشوهوا هذه القضية العالمية التي من شأنها إصلاح المجتمع لكن بفضل الله تبارك وتعالى الله عز وجل عندما يتحدث عن القرآن الكريم يقول إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظوا الله سبحانه وتعالى حافظ للقرآن الكريم ولذلك تجد على مر التاريخ والأيام أن القرآن الكريم باقي بين أيدينا لم يأتي اليوم ولم يستطع اليوم شخص يقف عند القرآن الكريم ويكذب القرآن الكريم ويكذب ما جاء به القرآن الكريم كذلك القضية قضية الإمام عليه السلام قضية واضحة من خلال الكتب والروايات هناك المئات من الروايات والمصنفات التي تشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ودوره الكبير في بناء المجتمع وبناء البشرية بناء الصالحة إذن دعوة في ختام هذه الفقرة إلى كل الأحبة الأعزاء المراجعة الدقيقة التأمل في صفات الإمام الوقفة مع الإمام استنهاض الإمام مقدار العلاقة في استنهاض الإمام في مثل هذا اليوم يوم الجمعة المبارك الله يبارك من شاء الله بيومكم يبارك بأيام أحبتنا المستمعين جميعا أيضا إحنا يعني راح نطلع في فاصل ونرجع به الفاصل حتى نكمل خليكم يا أنا مستمعيني من جديد عدنا وإياكم أحبتنا المستمعين طبعا الأدب المهدوي مهم جدا كيف نرتبط بصاحب العصر والزمان كيف نحسن العلاقة كيف نستمد الحب وأيضا العلاقة القوية مع الله سبحانه وتعالى من خلال المعصوم صاحب العصر والزمان وأيضا كيف نقوم بتهيئة أنفسنا لنصرة صاحب العصر والزمان وأيضا لمتابعة هذه القضية المهمة جدا طبعا أيضا سيدنا نحن كل حلقة عودنا المستمع أنه في آخر دقائق من البرنامج أو آخر عشر دقائق ربع ساعة ننطي أدب مهدوي وانتبع الفضاء في الواقع حقيقة الانتظار أود أن ألخصها بكلمات في هذا البرنامج الكريم وهذه الكلمات تقول أنا منتظر للحبيب الذي سيملأ الأرض عدلا وقسطا أنا منتظر للعزيز الذي سيحارب الظلم والظلم والفساد والمفسدين أنا منتظر للإمام الذي لباسه من الغلير وطعامه الشعير الجشب أو الجشب أنا منتظر للقائد الذي لا تأخذه في الله لوم تلائم أنا منتظر للصادق الذي لا يقبل إلا الصادقين أنا منتظر للمؤمن الذي لا يقبل إلا المؤمنين أنا منتظر للمجاهد الذي لا يقبل إلا المجاهدين إذ علي لكي أكون من المنتظرين حقيقة يعني الأدب مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه والانتظار للإمام صلوات الله وسلامه عليه في أدبنا يجب أن يكون في يوم بعد يوم وجمعة بعد جمعة ولحظة مع لحظة تمضي على الإنسان كلما مر بالإنسان الوقت كلما ازداده شوقا للإمام عليه السلام ويظهر الإمام نعم الانتظار للإمام صلوات الله وسلامه عليه فيه جوانب كما قلنا كثيرة في حلقات سابقة ومن أهم هذه الجوانب وأهمها أن يكون الإنسان عارفا بالإمام لا يستطيع الإنسان أن ينتظر شيئا لا يعرفه ما يقدر الإنسان يعيش مع حقيقة ما عايشه فكيف يستطيع أن اليوم الإنسان المظلوم في المجتمع الإنسان الذي جرى عليه الظلم في المجتمع يبحث عن من يقف معه ليحل ذلك الظلم ويخلص هذا الظلم منه فتراه يقصد هذا وذاك من أجل أن يتخلص من الظلم الذي وقعه هناك ظلم عالمي كبير يعم العالم بأسره ويعم الدنيا بأسرها كيف بنا اليوم ألا نفكر كل مننا يبحث عن العدالة اليوم أنت أنزل إلى الشارع إلى المجتمع تجد أن الفقيه العالم القائد الإنسان العادي الطبيب كل يبحث عن العدالة ويبحث عن في الواقع نعتقد بأن المخلص هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه فبالتالي يجب أن تكون لدينا حقيقة معرفية لانتظار الإمام عليه السلام تشوف أنه هذه الكلمات اللي بدأنا بها أنا المنتظر للحبيب الذي سيملأ الأرض عذلا بعد أنا المنتظر للعزيز إذن لابد أن هناك فدمكانة خاصة للإمام عليه السلام أنا المنتظر للإمام الذي لباسه من الغليظ يعني إنسان يعيش مع المجتمع زاهد في الحياة طعامه بسيط حركته بسيطة شأنه شأن الأئمة عليه السلام الذين كانوا يعيشون في الحياة أيضا يعني حتى بها أنه اختلاف عن بقية القادة اللي ينشاهدوا مثلا اللي لبعض مثلا أنه يهتم للأمور الملبس وهذه الأمور هو من يهتم إلى هذه الأمور يهتم إلى الأمة أكثر من ما يهتم منها أنا المنتظر للقائد الذي لا تأخذه في الله لو متلا لا يتردد من قضية معينة أنا المنتظر للصادق الذي لا يقبله إلا الصادقين يعني خصلة الصدق من الخصال المطلوبة في الإنسان المنتظر للإمام عليه السلام عندما يظهر لا يريد إنسان يتكلم بلسانه فقط يريد إنسان يتكلم بعمله يريد إنسان يتكلم من خلال ما قدم للخير للناس اللسان يستطيع أن يتحدث كل شيء وأن يقول كل شيء نعم ولكن في واقع الحال الإمام عليه السلام يريد إنسان صادق مع نفسه أولا ومع ذاته ولا يتوهم الفكرة كثير من الناس يتوهمون الفكرة يعتقد بأنه صادق يعتقد بأنه من أنصار الإمام يعتقد بأنه من المقرب ولكن عمله يتنافى كليا مع الإمام عليه السلام أنا المنتظر للمؤمن الذي لا يقبله إلا المؤمنين والمؤمنين اللي القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون يرجع الإنسان إلى سورة المؤمن يجد أن هناك صفات لإنسان المؤمن كون يتحلى بها إنساننا المعاصر المنتظر الإمام أنا المنتظر للمجاخد الذي لا يقبله إلا المجاهدين مجاهدين في ماذا؟ مجاهدين لأنفسهم أولا لأن النفس أشد عداوة للإنسان من الشيطان الشيطان ضعيف كان كيد الشيطان الضعيف لكن النفس أشد خطورة على الإنسان فمن المجاهدين لأنفسهم والموطنين لأنفسهم على الخير ثم كذلك المجاهدين في سبيل الله وأيضا المجاهدين اليوم نحن نلاحظ أنه أعداء الدين كيف يحاولون شن الهجمات على مراقد أهل البيت عليهم السلام هنا وهناك الإنسان كون هذه الحقيقة تحترق في داخله ما يجري الآن على مراقدنا على قبر العقيلة زينب الاستكبار العالمي الذي اليوم يحاول بشكل أو بآخر الوصول يعني حقيقة لتطبيق أهداف هؤلاء الذين أرادوا إبعاد الناس عن حقيقة الدين الإسلامي الأصيل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حقيقة هذا الحال موجود في الأممين فصفات المنتظرين للإمام عليه السلام وأدبهم هكذا يكون موقفهم في تطبيق العدالة عندهم ثوابت عندنا ثوابت قرآن الكريم وما جاء بأهل البيت عليه السلام علينا أن نحافظ عليه أن نحافظ على أخلاقياتنا نحافظ على كل شيء في حياتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا الفرج اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أحبتنا المستمعين طبعا أيضا شكر خاص لك سيدنا سيد محمد الموسى والباحث الإسلامي أتمنى لك التوفيق إن شاء الله أيضا إن شاء الله يعني هذا القدر إن شاء الله نكتفي في حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله في حلقاتنا الجاية أكيد رح نكمل قضايا مهمة حول عصر الغيبة وشخصية صاحب العصر والزمان وأيضا الأمور المتعلقة بعصرنا وفي وقتنا الحالي أتمنى لكم التوفيق مرة أخرى وشكرا طبعا لتكبتكم على أصواتكم الله يبارك بك تحياتنا لك أحبتنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أمل المستضعفين على أمل لقاء بكم إن شاء الله بحلقات قادمة تقبلوا تحياتي أنا حيدر الخفاجي على العداد والتقديم في أمان الله وحفظه ونريد أن نبن على الذين نستطعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة